نفعل المنصورة جيدة الفرقة التانية انت ضربتها وانت لما مرجعت من الامارات هنا في مصر الفرقة التانية شربين شربين كانت بتلعب درجة تانية فاستدعوني فالناس يعني بصراحة محترمين وبزلنا معهم جود وتعبنا وربنا وفقنا في النهاية ان احنا سعدناهم درجة تانية ويهي تاني الفرقة التانية وانا سافرت بعد ما سعدت شربين السعودية مسكت نادي الطاقي ثلاث سنين بصراحة تمسكوا بيا جامد اناك او اربع سنين لدرجة ان مسكوني مسئولية الفرية الاول دوره متأز مكان مدرب الماني لحين استقدام مدرب برازوية تانية فكدت بالنسبة لما مسكة يعني وعملت برضو انجازت كويسة وبعدين سبت نادي الطاقي مسكت نادي الجبلين برضو سنة موسم ورجعت هنا تاني كانت شربين بطاقة قالوا لك تعالى الحقنا مش عارف ايه انقذنا الموقف يعني كده شربين انت رايح عن مشورك التدريبي في مصر لا طبعا لا انا ماخدتش الفرصة انا كنت اتمنى مين السبب لمدكش الفرصة لا انا اتعرفش يا اصلي ايها كابتل مصطفى المشكلة ان التدريب علاقات وليس القدرات علاقات اه بيعتمد على العلاقات واحنا مش بتقول انا انت عارف انا مش بتاع التطبق والبتاع اه فروحش يجيب العالم المدرسة اه 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 انت في المنصورة بتعمل ايه دلوقتي في نادي المنصورة لا انا حاليا ترك النادي انا قاعد انا يعني والله العظيم انا حاسسها منك كده وانت بتتكلم عن نادي المنصورة عندك مرارة عندك عندك جواك حزن وزعل جامد قوي ليه يا كابتن لان انا كنت السنة اللي فاتت عامل برنامج زي ما قالت كابتن اماد الغندور يشكر اه تطوير للنادي الاربع سنين قدام وحاجة علمية وحاجة موثقة ومشجلة ودخلت الكمبيوتر فيها عامل برنامج يعني عامل برنامج خطة عمل شاملة حديثة والمسؤولين مش من ديلك الفرصة أنك تنافذ الكلام دا لا, غير الكلام دا كله عاوزين مجاملات خاصة. حاجات خاصة لهم. ما هي ندي المشكلة دين ما عطلان. فتبعا. مس الكلام ده كله بش هيدوهم. انا بقولك الفترة اللي جاية دي ان شاء الرحمن. ياريت. الله هي الكلام دي كله بش هيدوهم. انت شاي في الاندية الشعبية بتتأكل دلوقتي. والله يا فكرة الاندية الشعبية كاندية مش 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 ايجابية. مش ايجابية. الايجابية فيها بقى ان الشركات دي الشريكة انا اقصد المفضوع الشركات. لا انا بولا كنت نديها الشعبية. اه لأ بتنقرد. بتنقرد. ده مش بتنقرد. بتتآكل. مش بتتآكل. ده تحرقت خلاص. تحرقت. معتش خلاص يا كبس. طب ونظام الشركات ايه? لأ نظام الشركات مش ناجح. او مش ايجابي او ما يطورشي. ليه? لاني ما بيش مطبق بالآآ. ده انا. ده المفروض يبقى دي شركات آآ فيها مكسب وقصارة. يعني انا صعب شركة. اعمل لنفس فرقة. اتحكم في المدربين. وتحكم في لعيبة. وتحكم وتحكم. حاجة برايفت يعني. لأ ده انا استثمر نادي. اجي على نادي شعبي يكون كويس. وانا كشركة استثمره. استثمره ازاي? استثمره ازاي? اه? استثمره ازاي? يعني انا ديره. انا ادير النادي ده. ايه مهو طب مهو انت اللي اسمها بنرجع ان تقول له ده ده فرض اللي بيشتري نادي واللي بيتحكم في كل حاجة. تيبقى شركة وليها اسهم بقى في السوق. بقى بالزابط طبعا. انا اوز اصد. زي الشركات كلها زي الليفربولو زي بارتشلونة وزي ريال مدريد. وده معنى الاستثمار. اه اه. ان شركة لا كيان ولا رأس مال ولا اسهم ولا ومحاسبة. وكده يعني الامور. ولكن خاصة. طبعا ان انا 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 جبته احسن العب في العالم. انا صاحب الشركة اصحاب الفرقة. انا انا مش عاجبني. الكرة اكتر مش عاجبني. لا اتشوف واحد تاني. مثلا. ايه ايه. لكن انا لما اكون شركة بتدير. وبهدف استثماري. انا اتشوف اكابت النموذج بتاع السؤال. لا. واشوف واشوف حد يحسبني. واشوف اللي العملية كده ماشى كده. خضع الرقابة. صدح ما ده. مش رقابة شخصية. لا خضع الرقابة. انا بشوف ان دي بتشتري 12 و13 لعيب. طب جبت الفلوس دي منين. وبيعت اللعيبة ان انت قول بيعتها. وهل اللعيبة دي تتساوي المبلغ ده كله. مسلا. ما انا بقولك ما هدي لازم بقى فيه جامعية عمومية لكل شركة من الشركات بتاعت الكورة دي. وتبقى مسجلة في البورصة. وتبقى فيه رقيب عليها. في فيه عناصر تقيم عناصر رياضية او كفاءات رياضية تقدر تقيم الوضع القائم. سواء في اختيار مدربين. او سواء في اختيار لاعبين. ما تبقاشي العملية عشوائية. طب انت شاب الكورة مصرية فين دلوقتي. لا حالية دلوقتي فيه 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 انت عاشة. في انت عاشة. طبعا. في انت عاشة. وانا انا. تخطيط للكورة المصرية كلها كما يجب ولا العملية ماشية برضو كده حلواني. التخطيط يعني. اه. لا هو التخطيط هو ما مش باق مش واضح انه في تخطيط. اه. بس هي 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 ماشية تقليدي. اه يعني ماشية بالبركة. تقليدي يعني على قديم يعني ماشية تيدة هي بالبركة اللي جاي زي اللي رايح. حتى للي ده اما ليجي للتحاد ده. يجي اللي بعده. لا نظام يمشي عليه. لا. بالزبط. العملية ماشية كده كل واحد عاوز يعمل على مزاجه. واضف الطريطة اللي انا عايزه هاخده. اللي انا مش عايزه مش هاخده. وخلاص. وشكرا وسامو عليك. اه لا العملية عاوز عادة تخطيطه وعادة تنظيمه وكفاءاته وقدراته. انت شايف الفرق اه بين المواهب زمانه ودلوقتي. ايه السبب فيها. اختفاقها تماما. والله يا كابتن واختفاقها تماما ده. رجع للمواضيع الاكاديميات اللي امتشرت كتير دي عمالها على بطال. خاصة. اكاديميات الخاصة دي. برضو دي. الناس مفكرة ان هي بتظهر مواهب. ده بالعكس ده بتدفل مواهب. اه. اللي ما عندهمش المؤهلين اللي يزباطوا الدنيا تحت. مش مؤهل. اه. راجل ما هوش بتاع المجال والكار. اه. ما عندوش الثقافرة التدريبية الصح. اه. مدرسة. وملعبش ومالعبش ومالعبش ومالعبش. ومالعبش ومالعبش. ومالعبش ومالعبش وحاجة كده مش عال. فمش هنقل بقى الخبرات دي كلها لازم يلعب على مستوى عالي جدا. عشان ايه الخبرات الكويسة للناشئين الصميالين. اه طبعا. ازاي باص وازاي ستلم وازاي ي يلعب وازاي يتحرك وازاي يروح. طبعا. الناشئ حتى لو عنده مواهبة المواهبة بتاعتها تختل. بتاعها بغلط. يعني بالاسلوب ده مفيش مواهب بتزهر. لا. حاليا دلوقتي مواهب اللي بتزهر مصنوعة. مصنوعة. عكس زمان. زمان كانت مواهب فطرية كابتن. انا وانت وغيرك وغيرها وغيرنا وغيرنا. المواهبة عنده هو صغير. نعم. هو لسه صغير. مواهوب. طب ايه راك الفكرة اللي عام لها وزارتي شواب الرياضة. ده الوقت اللي اكتشاف المواهب في المحافظات. اه لا ده كويس. نجحة بنسبة قد ايه? والله احنا ما شفناش الرؤية كرؤية عامة. عامة. اه. لكن هي كفكرة. كويس. واسلوب تخطيط. كويس. ممكن يطولوا المدة. اه. وممكن تقصر المدة بتاعت المشاهدة. او 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 الانتاج. طيب اللعيبة اللي بيختاروها دي بتروح فين? حسب انتماء كل مدرب بيدرب يوديها النادي بتاعه. ولا دول بقى منتخب مصري ناس بيدعدوهم صح للومبي جيمز او لكاس العالم او 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 لأي بطولة من البطولات. والله. مش بعيد مش واضحة. اللي هي الفكرة بتاعت. اللي هي بتاعة الا اكتشاف المواهب في المحافظات. اه. اه. اه المفروض. المفروض ده. يخدم على الاندية. يخدم على الاندية. ده المفروض. ولا المفروض يبقوا عاملين منتخبات. وده المنتخبات دي كلها بعيد خالص عن الاندية وتستعد. بس المنتخبات دي هتستعد ازاي اللي ما عاوزة يلعبها في الدور العام المصري عاوزة بس ده ده سنه صغير يلعب ازاي؟ ده ما هي بياخد مراحل سنية مختلفة المراحل السنية طيب هل قدر التجيزات بتاعت هؤلاء اللاعبين العالي ده والامكانات العالية وارجع لعابه دور مناطق يا كابتن مصطفى ادخلوا دور مناطق ادخلوا دور قطاعات الجمهوري لا انا مش بصرف عليها شانا طب ما انا اعمل العكس انا بصرف عليه طب ما انا اشترك بيه في دور اوروبا هل انت شايف من وجهة نظرك ان العملية دي هي بش 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 مالهاش وضوح يعني اللي هي اكتشاف المواهب دي اللي هي في الاقاليم دي مش واضحة او مش معروفة اللاعب دي هتوصل لايه او انت بتختار اللاعب دي الدولة بتصرف عليها عشان تديها الاندية ببلاش وبعدين الاندية تقدرت بيحها ما حدش فاهم القصة دي كلها طيب انت شايف الكرة المصرية في مصلحاتها انها تعمل شركات ولا او او اي było دا ضرر للاندية الشعبية لا بالعكس ده مصلحة كمان ايجابية جدا حتى الاندية الشعبية يعني ما تبقى شركات هتبقى لها ميزانية هيبقى لها ترتيب صح هيبقى الامكانيات محدش هيقولك ده والله ما فيش مصاريف ما فيش فلوس ما فيش مش عارف ايه كل حاجة بتصرف في المكانها كل حاجة معروفة دي بتات ايه ودي ايه وحجمها ايه وكلام بك مكتب وختارة شغل منظم وفي النهاية في حد بي حاسب وفي النهاية فيه كشف حساب يا خسران يا كذبان لا احنا بعيد عن القصص دي خالص اكتب الليه اه مع اللي بيديره الكرة في مصر ميه مع مزارة الشباب والرياضة اللي هي بتحض اللوايح والقوانين اللي بتوديها مجلس الشعب اللي مجلس الشعب بيعتمدها صح والله غلط حتى في مناقشة القوانين واللوايح المفروض يجيبوا ناس يكون مارسة على مستوى عالي جدا انما احنا بنفاجئ بان اللايحة والقوانين بتتغير في مجلس الشعب غير ما حد يعرف اي حاجة قولك احنا جبنا مجموعة وعدنا معها مين وهم المجموعة ما هي ماشية كده بالبركة يعني لا ما هي بقى مفيش نتايج ما هي بش هيحصل نتايج انا عارف اه يعني النتايج إيجابية يعني الدولة ماشية بحتة تاني خالص ومصر بترجع تاني بصورة غير عادية في كل المجالات الا مجال كورت القدم او مجال الرياضة فيها العفر دي مظلومة وفي افلاء فرق جامعية ايضا مظلومة بالزبط انما كله بص على اللي بيجيب الفلوس اه كله نواحة اقتصادية يعني كله ببص على نواحة اقتصادية بس على رأيك كابتل مصطفى طب انا عاد تفكر برضو في الكلام اللي انت قلت دلوقتي مشروع بتاع وزارة الشباب ده اخرتو بروح فين بنزل اهل محطة مش بايه مش واضح له معالم محطة بره خارجية يحترف اللعب بره طب وهيطلع يحترف زي منهم ملعبش هنا وما احتكش يعني محمد صلاح طالع احترف لان احتك هنا درزيجي لعب في النادي الاهلي مرموش اه طولد من صغره بره والكلام ده كله انما انت هتاقد لعيب من هنا هتسيبه امتى هيحترف امتى بره اتقول لي علشان انت دعيم منتخابات منتخابات ايه وما بلعبش ماتشات انا بولك يعني مشروع غير واضح المعلومات المعلومة بتاعك هو شكلي لكن مضمون عاوز دراسه شوي طيب انا معي حبيبك اسامة سلوحي بعتلك رسالة وعاوزك ترد عليه فيها الملعب النصري انجبت الكسير من الملعب